الى مقديش حيث قتل 15 شخصا على الاقل واصيب اخرون وذلك بعد هجوم نفذه متمرد حركة الشباب الصومالية حيث استهدفوا خلالها المجمع الرئيسي للام المتحدة هجوم اليوم واصفه مسؤولون بانه من اكبر الهجمات المسلحة على المنظمة الدولية في الصومال منذ سنوات عودة الى مسلسل العنف في الصومال فقد اعلنت حركة الشباب المجاهدين الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم مقرا للامم المتحدة بالعاصمة مقديشو واصفر عن سقوط 15 قتيلا بينهم اربعة افراد اجانب اضافة الى عدد من الجرحة الى ذلك ذكرت مصادر الامم المتحدة ان سيارة ملغومة انفجرت خارج بوابة مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي قبل ان يسارع المهاجمون بدخوله ويفتح النار على حرس الامن في معركة استمرت 90 دقيقة في حين اعلنت حركة الشباب المتشددة التي لها صلة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم هجوم اليوم يعتبر اول هجوم كبير على مقار الامم المتحدة تشنه حركة الشباب منذ طردها من مقديشو في قتال مع الاتحاد الافريقي والقوات الحكومية الصومالية قبل نحو عامين هذا ويبعد مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي مئات الامطار عن مطار مقديشو والذي يعتبر القاعدة الرئيسية لقوة حفظ السلام الافريقية التي تقاتل الاسلاميين المتشددين في الصومال يشار الى ان بريطانيا فتحت سفارة في منطقة مطار مقديشو في ابريل الماضي غير انها قالت ان تهديد المتشددين ما زال مستمرا وبدأت وكالات الامم المتحدة في الاونة الاخيرة فقط بناء مكاتب وارسال موظفين دوليين الى الصومال بعد التحسن النسبي في الامن